انا عاوز احاول من الكلية دي الكلية دي انا اعرفان منها اوزا اهم منها انا مش عارف انا حطتها ازاي رغبة من رغباتي انا مش هقدر اقعد فيها يريد حد يعرفني الحل انا عايز اروح شاعت في الاونة الاخيرة ان لو تعديل الاختراب بتاعي اترفض او ملحقتش اصلا مرحلة تعديل الاختراب ممكن ان انا اروح احاول ورقي من كلية للكلية اللي انا عاوزها او ان اروح لمكتب التنصيق الرئيسي وهو اللي هيحللي المشكلة وهيلبي رغبتي في التحويل للكلية التي ارغب فيها هل هذا الكلام صحيح هل هذا الكلام معقول من خلال هذا الفيديو هنوضح الموضوع فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائنا الطلبة في السنوية العامة والدبلومات الفنية اللي خلصوا مراحل التقديم ومراحل تأليل الاختراب وخلاص كل واحد عارف الجامعة بتاعته وعارف المعهد بتاعه والمفروض ان كل واحد بقى هيبدأ يستقر لكن برغم غلق مكتب التنصيق وانتهاء اعماله للعام دراسي 2023-2024 الا ان هناك الكثير من الطلبة والطالبات مش راضين عن الكليات او المعاهد اللي جات لهم وعندهم امل انه هما يغيروا لكلية او لمعهد تاني حسب رغبتهم برغم ان البعض منهم عمل تأليل اغتراب وفي تقليل اغتراب اترفض وفي تقليل اغتراب لم يرفض او قبل يعني من البعض لكن في ناس برضو عايزة ترجع للكليات او المعاهد الاصلية اللي تم ترشيحهم في البداية وعايزين يلغوا النتيجة الاخيرة لتقليل الاختراب اللي تقابلوا فيها الفصارات اللي جات لنا زي ايه لو سمحت انا كان جاي لخدمة اجتماعية اصوان وانا من القاهرة واترفض الاختراب اعمل ايه ينفع اقدر احول لمعهد لو سمحت انا ملحيتش تاقليل الاختراب والموقع عفل وعايز احول من معهد لمعهد تاني اعمل ايه بالله عليك فدني السؤال كمان انا جاي لمعهد عالي تعاون زراعي بأسيوت ومصارف كتير انا عايز احول لفن تجاري بأسيوت ينفع احول ارجو الرادي ضروري السؤال كمان لو سمحت انا من الزأزيق وجاي لمعهد فني تمريض انا مجموعة 83 و 41 من 100 في المية وعايز احول لمعهد فني صح بابة اعمل ايه وهل لو رحت لمكتب التنسيق الرئيسي ينفع احول في ناس عندها امل في ان لو راحوا مكتب التنسيق الرئيسي هيقدروا يحولوا فعل هذا الكلام صحيح خرطة بعد اذنك انا جالي تربية نوعية بس بعيد وما عملتش تقليل اختراب ينفع اعمل تحويل لمعهد قريب ولا ما ينفعش وغيرها وغيرها من الاسئلة في هذا المضمون يقول يا جماعة وبنأكد ان مكتب التنسيق اعماله خلاص انتهت وتنسيق 2024 تم وما فيش تنسيق تاني خلاص لكن في لسه ناس ما زالت عندها الامل والرجاء في انه هما يحولوا ولو تحويل ورقي فاحنا بنأكد ان يا جماعة ما فيش اي تحويلات ورقية الناس اللي بتقول انا ممكن اروح للمكتب الرئيسي للتنسيق بالقاهرة واحول يدوي او احول ورقي بنقول لهم يا جماعة حاولوا تعمل الموضوع ده الامل في هذه المحاولة تكون معدومة المكتب الرئيسي للتنسيق بالقاهرة مش هيفيدوا في اي حاجة عايز تجرب جرب فبلاش الواحد يتعلق بحبال دايبة زي ما بيقولوا نقول يا جماعة نرضى بيه اللي ربنا اسمهونا ونرضى بيه اللي جالنا الناس بقى اللي ما لحقيتش تعمل تقليل اغتراب فدزم بهم هم هم اصلا الاخطاء في حق نفسهم وما لحقوش موضوع تقليل اغتراب الناس اللي عاملوا تقليل اغتراب واتقابل وجالهم وعايزين يغيروه والليه الكلية الاولنية برضو نقول لهم ما ينفعش لان خلاص تم الاستقرار على الرغبة الاخيرة اللي جات لك في ناس بتقول يا مستر ما احنا ممكن نعمل حاجة اسمها تثبيت الرغبة الاولى في مكتب التنسيق الرئيسي قالوهم والله حاولوا تقوموا بالموضوع دوت لكن برضو نسبة نجاح هذا الامر تكاد تكون شبه معدومة هنقرأ مع بعضنا دلوقتي ونأكد على اسس التحويل من كلية لكلية في نقطة مهمين قدامنا يا شباب وهما التحويل عن طريق مكتب التنسيق والالكتروني فقط يبقى ما فيش تحويل يا جماعة الا عن طريق مكتب التنسيق بس ما حدش بقى يلعب بدمغنا بيقول ده احنا الروح الكلية او المقهد اللي احنا عايزينه نقدم فيه اوراقنا وهيتقابل وخلصت الليلة لا طبعا ما ينفعش فيه بنده كمان بيقول لا توجد تحويلات ورقية يا جماعة ده بنده مهم جدا بيأكد ان ما فيش اي تحويلات ورقية نهائيا ما فيش تحويلات ورقية على الاطلاق ما ينفعش اخد ورقي وروح اقدمه لمعهد معين لا يا جماعة المعاهد الوحيدة اللي ممكن تقدم فيها ورقيا هي المعاهد الغير معتمدة ودي طبعا معاهد هتضحك عليك وتعشمك بشهادة معينة هتاخدها في الاخر لكن دي عبارة عن كيانات وهمية وزارة التعليم العالي اصلا بتحريبها فنقول الرضا بالمقسوم اللي قسموا لينا ربنا سبحانه وتعالى وخلاص في حل اخر وهو ان احنا نقضي سنة في المعهد او الكلية اللي جات لنا والعام التالي نحاول بقى ان احنا نحول بقى هنا ورقيا عادي مفيش مشكلة انت هتفقد سنة من حياتك ده طبعا لو انت حبيت تحول ورقيا بعد ما تم قبولك في معهد او كلية معينة فانت لازم تقضي سنة في المعهد او الكلية اللي جات لك دي وخلاص وتوكل على الله وبعد كده ممكن تحول ورقي عادي في حل اخر كمان الناس اللي تقليل اغتراب بالنسبة لهم اترفض وخاصة التحويل المناظر يعني واحد جاله كلية طب بطري بعيد وهو عايز يحول لكلية طب بطري قريبة منه لكن الاسب الشديد تم رفض طلبه في تقليل الاغتراب من هنا بنقول خليك في الكلية البعيد ما فيش مشكلة قضي فيها سنة هات فيها تقدير والسنة التالية ممكن تقدم ممكن تحول يعني للكلية اللي قريبة منك بدون اي مشاكل وان كان ممكن يحملوك او يشايلوك مواد طبعا لان كل كلية بتختلف عن التانية في المواد اللي بتدرسها سواء في الفرقة الاولى او التانية وهكذا احنا بس حبينا نباين من خلال هذا الفيديو ان ما فيش تحولات ورقية بعد انتهاء مكتب التنصيق من اعماله اسف على الاطالة ولكني حبيت ان انا اوضح الامر بوضوح اكتر واكتر ليكم اشكركم والتاقي بكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة شباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة